يقول سمعنا بعض العلماء يقول إننا في غناء عن الأحاديث الضعيفة سواء في الأحكام أو في الفضاء الأعمال أو في الترغيب والترهيب فإن عندنا من الأحاديث الصحيحة ما يكفينا فلا يجوز التحديث بالأحاديث ضعيفة إلا يباين نبع فيها فقط فهل هذا القول سديد؟ هذا ما يعرف الأحاديث التي كلمها الكلام من جنسا لقبله ما تعلم ولا درس لا حاديث الضعيفة ما تصادر مرة وقال ما يعمل بها مطلقة الحاديث الضعيفة ما هي على حد سواء منها حديث له شواهد تقويه ويصبح حسنا لغيره ومنها أحاديث مختلف في تضعيفها بعض العلماء يرى أنها حسنة أو صحيحة والبعض الآخر يرى أنها ضعيفة لم يتفق على في قسم منها لم يتفق على أنه ضعيف يعني كل حديث يقال ضعيف يصادر يترك ثم أيضا العلماء ذكروا أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال في فضائل الأعمال ولا يبنى عليها حكم شرعي من وجوب أو تحريم وإنما يعمل بها في فضائل الأعمال الثابتة بأدلة صحيحة الترغيب والترهيب فقط ترجمة نانسي قنقر